ناقشت لجنة الزراعة والمياه في مجلس العيام برئاسة العين الدكتور عاكف الزعبي خلال اجتماعها مع أمين عام وزارة المياه والري جهاد المحميد وأمين عام سلطة وادي الأردن المهندس هشام الحيصة مشاريع متعلقة بالمياه وأبرز تحديات القطاع وقال الزعب إن الاجتماع تناول عدة موضوعات على رأسها مستجدات مشروع الناق الوطني وسد الكرامة والأبار المخالفة وقيمة الأراضي المؤجرة من قبل السلطة للمزارعين أكد ضرورة وضع حل النهائي للأبار المخالفة لافتا إلى أن تلك مسؤولية مشتركة لا تقع على عاتق وزارة المياه فقط بل تشمل التزام المزارعين وتعاونهم في تطبيق التشريعات النظمة ترجمة نانسي قنقر